ريال مدريد شكله كده مش عايز يلعب كاس العالم للأندية بنظام الجديد اللي هي هتبقى في الصفر القادم إن شاء الله صفة 2025 شكله كده مش عايز يلعب كاس العالم للأندية احنا روحنا سألنا بعض الصحفيين الأسبان بعض المسؤولين الصابقين والحليق يعني حاولنا ايه نجمع كده الأفكار طب اقولك الاول القصة فين قصة إن شلوتي كان طلع تكلم إنه المشاركة مش مجدية ملينة وحشرح لك ده دلوقتي وإن بعد كده ليال مدريد طلع بيان وقال لا احنا هنشارك في البطولة بين ده وده فيه كواليس كتيرة تعال أقولها لك ليال مدريد يرى المشاركة في كاس العام للأندية 2025 ستكون غير مفيدة مديا حيث سيحصل النادي على ما يقرب من 20 مليون يورو نظير جولته الصيفية التي يأخذها على الأراضي الأمريكية خلال فترة أعداده للموسم الجديد وبالتالي خود كاس العام للأندية بالنظام الجديد سيزيد ضغط المباريات عليه قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى مستوى المادي لن يفيده خاصة أن الفريق سيحصل على نفس المبلغ لا سيحصل عليه من أعداده في أمريكا يعني هيروح يعمل فترة أعداد في أمريكا ياخد 20 مليون يروح كاس العام للأندية ياخد 20 مليون فرونتينو برئيس رئيس نادي ريال مدريد يحاول الضغط على أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكورت القدم بسبب رفض الأخير في وقت سابق فكرة أقامة السوبال ليج الأوروبي يعني هو مش هتخلي السوبال ليج يتلعب مش هلعب في كاس العام للأندية قيمة المباراة الوحدة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تبلغ 10.7 مليون يورو وبالتالي قيمة خود الريال لمباراةين فقط في دوري الأبطال تتخطى قيمة المبلغ اللازم من المفترض حصول النادي الأسباني عليه مقابل مشاركته في مندية الأندية بالكامل وهو ما يجعل الأمر غير منطقي بالنسبة لإدارة النادي الأسباني تصريحات كارلو أنشلوتي وتهديد ريال مدريد بعدها من مشاركة تهديدا صريحا للاتحاد الدولي لكرة القدم للضغط عليها من أجل زيادة العائد المادي لكل فريق مشارك في كاس العام للأندية وهو الأمر لازي قد يعود بالنفع على النادي الأهلي حال عارف أنت اللواء إيه يقعدوا أنتوا تخنقوا مع بعض وخلينا إحنا نستفيد في الآخر يعني تخيل كده الأهلي هي في كاس العام للأندية وخد عشرين مليون يورو كتير رقم يعني رقم يعني عكام عشرين مليون مليون جنيه مثلا بتشعرف أحسب الحاجات دي بس رقم ضخم جد جدا 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 لو حصل الرقم ده وخدوا النادي الأهلي هتبقى الصفقة ميت مليون إيه ده أكتر أكيد طبعا إيه ده أنا نبعفش أحسب ولا إيه لا هيبقى أكتر بكتير بالكلام ده يعني لسه أنا بس أحسبوها معايا يا جماعة اتنين امسين لا أكتر بكتير ده مليار مليار جنيه نا مليار جنيه ياخد كده مليار جنيه مليار جنيه النادي الأهلي لو بالرقم ده يخش كسر عاملان ده خد مليار رقم رقم وريال مدريد طبعا عامل قصة وعمل حكاية وبيتكلم على الفلوس وبتكلم على الأمور المالية وبتكلم على مشكلة مع الاتحاية الدولي وإنتوا عارفين الحكاية يعني ده الكلام اللي إيه الكواليس والكلام اللي بيتنشر بس هو يبدو كده إن ريال مدريد الآن شويتين ثلاثة من الأهلي خايف من الأهلي قول إنك الآن قول إنك خايف تلعب النادي الأهلي في كاس العامل الآن ده طبعا حد دلوقتي عامل يتحكي لا يقول شوف ده بيقول ده بيخرف ده أكيد بحذر يعني بحذر يعني أكيد بحذر إن شاء الله مشاركة مشرفة لنادي الأهلي في هازه البطولة وأكيد لازم يكون فيها ريال مدريد موجود في البطولة كمان عشان تزيد من كومتها بإذن الله